محاولات أممية مستمرة لردم الهوة بين نظام الأسد والمعارضة فيما يتعلق باللجنة الدستورية منذ عهد ستيفان ديمستورا وحتى عهد جيربي درسون على أمل أن تكون اللجنة الدستورية بوابة الحل السياسي جيربي درسون وبعد لقائه مسؤولين في نظام الأسد بدمشق يبشر بانفراجة في ملف اللجنة الدستورية حيث أكد أنه جرى توافق تام فيما يخص عمل اللجنة والأسماء المرشحة لها والنقاط الرئيسية فيها المعارضة السورية شككت في صدق نوايا نظام الأسد ورأت أن حديث مسؤوليه مع بدرسون لا يتعدى أسلوب المراوغة ومحاولة إغراق ملف اللجنة الدستورية بالتفاصيل لكي يتهرب من البنود الأساسية التي تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وتخفف من وطأة النظام الدكتاتوري وتعزز المعارضة شكوكها بسيل من محاولات تقريب وجهات النظر كان النظام في كل مرة يلتف حولها ويحورها بما يناسب مصالحه حيث لا يزال النظام يصر على أن مهمة اللجنة هي مناقشة الدستور الذي وضعه بنفسه في حين تطالب المعارضة بنسف هذا الدستور ووضع آخر لا يعطي منصب الرئيس صلاحيات مطلقة ويؤسس لنظام برلماني أو مختلط مراقبون يرون أن توصل النظام والمعارضة إلى صيغة نهائية لأعضاء اللجنة الدستورية لن يكون بداية الانفراجة إذ أن رئاسة هذه اللجنة ستظل محور الخلاف بين الطرفين كما أنه لم تعرف بعد ميول وطبيعة الطيف الممثل للمجتمع المدني والذي سيمثل ثلث أعضاء اللجنة الدستورية حيث تخشى المعارضة من أن يكون طيف المجتمع المدني مصطلحا فطفاضا لتمرير أشخاص موالين لنظام الأسد المسألة الدستورية تعتبر من أهم سلال التفاوض التي أقرتها الأمم المتحدة بناء على موافقة النظام المعارضة في الجولة الرابعة من مفاوضات جينيف في آذار عام 2017 وجاءت في المرتبة الثانية بعد سلة القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع وهو ما تعده المعارضة تجسيدا للانتقال السياسي الذي أقرته الأمم المتحدة والذي يشكل هاجس السقوط لنظام الأسد ترجمة نانسي قنقر